أهلا بكم أبناء وبناتي طلبة الصف الثالث الإعدادي وحلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء أسبوعيا بنلتقي معاك وفي حلقات مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي طبعا مادة العلوم زي ما احنا متفقين تماما من المواد الممتعة والشيقة والمواد الأساسية بالنسبة لنا اللي احنا بنتعرف فيها على كل ما يحيد بينا وبتوضح لنا كل الظاهر الكونية اللي بتحدث من حولنا طبعا احنا كنا بدأنا في الحلقة السابقة مع الوحدة الثالثة خلصنا الوحدة الأولى والتانية النهاردة ان شاء الله هناخد الجزء الثاني في الحلقة بتاعتنا النهاردة مع الوحدة الثالثة الجزء الثاني منها طبعا كنا تكلمنا في الجزء الأول على الكون وفسرنا ايه هو الكون ونشأة الكون ونظرية الانفجار العظيم أو البيج بانج اللي هي فسرت لي نشأة الكون أو كيف نشأ الكون ونحاول برضو نسترجحها معاكم النهاردة لكن هيكون موضوعنا النهاردة الأساسي هو المجموعة الشمسية هنكون أكثر تحديدا يعني احنا بنسمي الكون بالنسبة لنا هو الفضاء الخارجي بنسمي المجموعة أو الفضاء البعيد بنسمي المجموعة الشمسية بتاعتنا هي الفضاء القريب الفضاء البعيد اللي هو الكون اللي بيتكون من ملايين المجرات وكل مجرى فيها ملايين النجوم والأجسام الفضائية إنما الفضاء القريب اللي احنا بنتكلم فيه هو المجموعة الشمسية كلنا بنعرف من الدراسة في المرحلة الابتدائية إيه هي المجموعة الشمسية وبنقول إن المجموعة الشمسية دي بتتكون عندنا من الشمس والكواكب الثمانية التي تدور حول الشمس في مدرات بيضوية النهاردة بقى هناخد القصة من أولها ونشوف المجموعة الشمسية دي تكونت إزاي وإيه هي الزواهر وإيه هي النظريات اللي بتفسر نشأة المجموعة الشمسية في البداية بحاول بس أفكركم كده بالداتة شو بتاعتنا على نظرية نشأة الكون عشان بس يبقى نشأتين الموضوع كله ببعضه فلو شفنا كيف نشأ الكون قلنا إن الكون ده نشأ من نظرية الانفجار الأعظم نشأة الكون من نظرية الانفجار العظيم بنقول إن الكون قبل الانفجار كان هو عبارة عن كرة غازية ذات حجم ضئيل درجة يعني صغير درجة الحرارة بتاعته عالية جدا جدا وكان ضغطه شديد في حالة تمدد مستمر وإحنا يمكن فسرنا قلنا إن فيه كون مفتوح وفيه كون مغلق وهنوضحها برد بعد كده ما الحجم بتاعتها بدأ يقل والضغط يبقى شديد جدا جدا تم حدوث الانفجار حدث الانفجار نتج عن الانفجار دوت الجسيمات الزرية اللي سرعان ملتحمت مع بعضها البعض اللي بنقول عليها الجسيمات الزرية اللي هي مكونة من غاز الهايدروجين وغاز الهيليم طبعا دولا كونوا أو كونوا معايا المجرات والنجوم والكون كله طبعا لإحنا قلنا المجرات هي الوحدات الأساسية بعد دقاق من الانفجار ده الجسيمات دي كونت الكون وكان عبارة عن 75% من غاز الهايدروجين و25% من غاز الهيليم وكانت درجة الحرارة حوالي 10 تلاف مليون درجة يبقى أنا دلوقتي بداية الانفجار دوت للكرة الصغيرة اللي كان حجمها قليل كان درجة حارتها عالية جدا وضغطها شديد جدا وفي تمدد انفجرت بدأت الجسيمات الزرية اللي خرجت منها تلتحم مع بعضها البعض كونتلي غازي الهايدروجين والهيليم بنسبة 75% هيدروجين و25% الهيليم بعد كده بدأت تتكون المجرات وطبعا احنا عارفين المجرات الوحدات الأساسية لبناء الكون طبعا عرفنا على طول أن المجرات تكونت بعد 2000 سنة أسلاف المجرات من 2000 إلى 3000 مليون سنة بعد الانفجار العظيم بعد كده بدأت تتكون عندي المجرة بتاعتنا اللي هي بنقول عليها مجرة ضرب التبانة بعد كده تكونت الشمس أو تكونت المجموعة الشمسية فتكونت الحياة بصورة عامة هنشوف مع بعض تواريخنا زي ما احنا بنقول كده هو على الشاشة قدامنا ايه اللي تكون بعد ما التحمت الجسيمات الزرية اهي تلحمت المادة بعد 1000 مليون سنة من الانفجار المجرات تشكلت بعد 3000 مليون سنة أسلاف المجرات من بين 2000 إلى 3000 مليون سنة بعد كده مجراتنا بدأت تأخذ الشكل القرصي بتاعها اللي احنا عارفينه ودي مجرات ضرب التبانة بعد 5000 مليون سنة ثم ولدت الشمس بعد 1000 مليون سنة من الانفجار وهنشوف النهارده فيديوهات توضح دوران الشمس حواليه نفسها والانفجارات النوية اللي بتحدث داخل الشمس بعد كده بدأت الحياة الاولية على سطح الارض بعد 15000 مليون سنة طيب نستقبل كده تليفوناتنا اللي احنا بنسعد بيها دايماً وبتسري الحلقة بتاعتنا اوداد من الاهلية اهلاً يا اوداد طيب ازاك يا مستقبل ازايك حاولي تعمل ايه الحمد لله اخبار العلوم معاك ايه الحمد لله الحمد لله عندك اسئلة ايه انا عند مسألة مسألة طيب علي صوتك بس شوي حاضر اتفضلي يتحرك جسم على محيط دائرة يتحرك جسم على محيط دائرة طول محيطها طول محيطها ايه تمام اربعة واربعين ميل اربعة واربعين ميل ميل ايه تمام ونصف كترها سبعة متر ونصف كترها سبعة متر ليقطع دورة ونصف وايه ليقطع دورة ونصف ويقطع دورة ونصف ليقطع دورة ونصف ايه تمام في عشر ثواني في عشر ثواني تمام احسب المسافة المقطوعة والإزاحة والسرعة القياسية تمام؟ في عندك أي سؤال تاني؟ أيوان عندنا سؤال بول عند وضع الجسم لأننا نرأمك على طيب ناخد سؤالك التاني برضو عند وضع جسم أمام مرآة مقعرة وعلى بعد أقل من بعدها البؤري تتكون للجسم صورة نقطة طيب تتابع معي الإجابة؟ أتابعها من خلال التلفزيون؟ أتابعها معي من خلال التلفزيون يا أوداد وطبعا أسئلتك جميلة جدا وأحنا بنرحب بك وخليك معي كده عشان تشوفي الإجابة شكرا لك شكرا طبعا هبدأ هنا بالسؤال الموجود قدامي عند وضع جسم أمام مرآة مقعرة يعني أنا حاطت جسم قدام مرآة مقعرة طبعا بفكركم دايما المرآة المقعرة هي أنا عارف أن أسئلتك جميلة وطبعا المنهج بتاعنا دا سم يعني بالموضعات والمواد الشيقة اللي فعلا بيبقى فيها أكتر من أسئل أنا دايما لما برسم المرآة المقعرة طبعا المرآة بتبقى لها سطح عاكس وسطح مسكول طبعا بدل مرآة مقعرة ناخد بالنا بس من الكلام هنا بدل المرآة دي مرآة مقعرة يبقى على طول السطح العاكس هو السطح الداخلي للكرة يبقى احنا كده رسمين صح طبعا عندي برسم المحور الأصلي اللي هو بيمر به وميم به دي اللي هي البقرة فإذا المسافة اللي هي من البقرة الحد طبعا دا قاف قطب المرآة المسافة دي بنسميها البعد البقري المسافة دي كلها بنسميها نصف الكتر وطبعا فيه علاقة رياضية بتقولي أنه نصف القطر بيساوي ضعف البعد البقري يعني بقولي ولادي لو أنت بترسم المسألة دي وجات لك مثلا فيه الرسم بتديه لك أي بعد فخد بالك أنه لو أنت رسمت البعد البقري مثلا 2 سنتي يبقى ترسم لحد ميم 4 سنتي لأن فيه قانون وفيه علاقة رياضية بتقولي أنه نصف القطر اللي هو من ميم لحد قاف بيساوي ضعف البعد البقري إذا لو داني نصف القطر فأنا بعرف البعد البقري ولو داني البعد البقري بعرف نصف القطر السؤال هنا بيقول لي إيه إذا وضع جسم أمام مرقاة مقعارة على بعض أقل من بعدها البقري يعني أنا حطيت الجسم في الحتة دي كده أقل من البعد مين؟ البقري طيب بدلا أنا حطيت على جسم أقل من بعد البقري طبعا بشوف مسارات الأشعة السقطة منه بتكون إزاي طبعا كلنا عارفين إن إحنا دايما نرسم شواع موازي الشواع الموازي للمحور ده بينعكس بحيث يمر بالبقرة أهو أنا عملت له الانعكاس طب الشواع التاني هيجي مر بالمركز أهو من النقطة كده لحد المركز هيجي أهو بينعكس على نفسه المركز كده يبقى هو ساقط كده إنعكس كده لحظوا كده إن الشواعين المنعكسين مش هيتقابلوا مع بعض لكن لو أنا عملت لهم امتداد أهو الامتداد أهو الامتداد هو اللي هي طلاقة طالما الامتداد طلاقة هيديني صورة تقديرية يبقى الصورة عندي هنا صورة تقديرية تمام؟ آه هي بنعملها بشورة كده عشان ما نعملهاش بخط مستقيم يبقى لاحظوا شوية معي بس أهو الشواعين اللي انعكسوا لم يتقابلوا لإن هنا مش هيتقابل أشعة طالما ما تقابلتش الأشعة المنعكسة يبقى في الحالة دي الصورة مش حقيقية مين اللي تلاقى الامتدادات بتاعت الأشعة؟ لو أنت مسكت مسترتك وألمك الرصاص وعملت بشورة كده هتلاقي إن الشورة دي هي اللي بتتلاقى في نقطة النقطة دي هي صورة الجسم بدل الامتدادات تبقى الصورة تقديرية تمام؟ ده المطلوب في السؤال عندي يبقى الصورة تتكون للجسم صورة تقديرية ولو قل لي السبب هقولوا إنها بتأتي من طلاقي امتدادات الأشعة شايفين كلمة امتدادات؟ مش أقول بتأتي من طلاقي الأشعة المنعكسة لا امتدادات الأشعة المنعكسة طيب الصورة تقديرية هنا معتدلة الرأس السهم الفوق هي زي الصورة بالزبط يبقى معتدلة وزي ما احنا شايفين قادي الجسم وقادي الصورة بتاعته ويبقى مكبر يبقى أنا في الحالة دي الصورة أو خواص الصورة جات لصورة تقديرية معتدلة مكبرة ويبقى كده دي الإجابة اللي احنا كنا طالبين لو جينا نشوف بقى السؤال الأولاني لأن السؤال الأولاني فيه فكرة طيب هناخذ إبراهيم بس من العيوات ونستكمل مع بعضينا السؤال الأول اتفضل إبراهيم سمع عليكم وعليكم السلام متى يحدث كل مما يأتي متى يحدث كل مما يأتي تمام كلا مما يأتي تجمع وتطرح الكميات الفيزيائية القياسية تمام تجمع وتطرح الكميات الكميات الفيزيائية القياسية بس شكرا شكرا هتتابع معي طبعا سؤالك كان يعني من الموبايل تقريبا على معرفة فهنقوله السؤال ده يمكن اتكرر معنا أكتر من مرة طبعا الكميات الفيزيائية القياسية هي الكميات اللي بيكون لها مقدار فقط وليس مقدار واتجاه يعني احنا عندنا الكميات القياسية شكرا طبعا انا بشكره بحقيقة إبراهيم بقوله متشكرين وسؤالك جميل وطبعا بقوله تاني ان خد بالك هو انت قلتلي الكميات الفيزيائية القياسية انا عندي كميات فيزيائية قياسية وكميات متاجعة ايه الفرق ما بينهم الكميات الفيزيائية القياسية هي اللي بيلزم لتحددها معرفة مقدارها فقط أما الكميات الفيزيئية المتجهة فبيلزم لتحددها معرفة مقدارها واتجاه الكميات الفيزيئية في أي علاقات في أي يعني أنا ما جيب السرعة بقوله السرعة بتساوي المسافة على الزمن المسافة كمية قياسية على الزمن لما باجأ جيب العجلة العجلة بقول العجلة تحديدا هي لما باجأ جيبها بقول ايه عين اثنين ناقص عين واحد يعني عين النهائية ناقص هذا أنا بطرحه عين الايه الأولية على مين على الزمن كلها كميات قياسية اذا احنا بنحسب العجلة بنستخدم عملية طرحة او عملية جامعة للكميات القياسية نرجع بقى للسؤال الاول برضو هنقول افكاره كده في سرعة قوي لانه ها كان فيه فكرة جميلة لازم نقولها الوداد طبعا بيتحرك جسمه على محيط دائرة طبعا الدايرة بنرسمها كلها بتبقى الدايرة كده طبعا هو الداني المحيط كله تمام قالي 44 والداني نصف الكتر سبعة نصف الكتر ونصف الكترها سبعة متر يعني هنا نصف الكتر سبعة يبقى الكتر كله كام 14 متر والداني المحيط خدوا بالكواب بيقول لي بيقطع دورة ونصف دورة دورة ونصف هو لما يقطع دورة كده على المحيط يبقى قطع ال44 طب نصف الدورة كام يبقى نصف ال44 لانه قطع خدوا بالكواب معاي ارسمها لكم بقلم تاني يعني هو جاي على المحيط ده الجسم المتحرك وقام قطع دورة دورة يعني قطع كله كده طب المحيط كام 44 طب وقطع لنص دورة كمان يبقى قطع كده نص الدورة نص المحيط يعني يبقى كده 22 يبقى 44 زائد تمام 22 طيب يبقى انا كده عرفت دي المسافة الكلية لان المسافة يقول لي احسب المسافة المقطوعة المسافة هي المصاري الفعلي اللي بيسلكه الجسم من نقطة البداية لنقطة النهاية فانا عندي الجسم بدأ من هنا عمل دورة كاملة فرجعت انا لو افترضت ان ده الف وده به اللي هو الكتر ادي الف وادي به اللي هي الكتر فالجسم بدأ من الف عشان يعمل دورة كاملة يرجع تاني الالف طب هيعمل نص دورة كمان هيقوم ماشي كده ويرجع فين يبقى نهى في الحتة دي يبقى المصاري الفعلي اللي مشيه محيطه نص يعني 44 زائد النص بتاعه اللي هو 22 يبقى دي المسافة الكلية طب بيقول لي احسب الازاحة الازاحة هي الخط المستقيم ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية طب انا بدأ منين بدأ من عند الف طيب رحت الفين وصلت كده دايرة كاملة جيت لالف تاني وبعدين قمت مكمل نص فوصلت لبه يبقى المسافة من الف لبه طب اجيب المسافة اللي هو الخط المستقيم اللي بيربط الف لبه طب ده كامه هو قال لنص الكتر سبعة يبقى ده كتره كامل مقداره كام سبعة يبقى سبعة وسبعة يبقى 14 متر يبقى الازاحة هي اكثر خط المستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية ودي بتوصل معايا الى كام الى 14 متر زي ما احنا شفنا كده يبقى انا دلوقتي عندي ايه متحدد معايا دلوقتي اكتر من حاجة متحدد معايا على الرسم انتو كلكم شايفينه هو ايه اللي موجود على الرسم موجود معايا المحيط كله وبنقول دورة ونص يبقى محيط ونص زي ما احنا شفنا طيب المحيط والنص دوت احنا شفناه هو يعمل لي 44 زائد 22 طيب دورة ونص يبقى وصل فين يبقى وصل الى النقطة عند النقطة بيه كمان يبقى في الحالة دية 14 طيب بيقول لي ايه بقى احسب السرعة القياسية السرعة القياسية هنا فيه سرعة قياسية وسرعة متجهة السرعة القياسية تبقى المسافة المقطوعة على الزمن انما السرعة المتجهة هتبقى الازاحة على الزمن هو قال لي سرعة قياسية هنا تحديدا ليه قال لي سرعة قياسية لان انا عندي مسافة طلعتها في او الخطوة وعندي ازاحة طلعتها في تاني خطوة فلازم يحدد لي السرعة اللي هو عايزها يبقى عايز السرعة القياسية يبقى بتساوي المسافة على الزمن طالما أنا بقول مسافة على مين على زمن يبقى في الحالة دية أنا عندي إيه اللي هي المسافة كلها 66 على الزمن اللي احنا قلناها 10 سنتي يبقى في الحالة دية طلعت له زي ما احنا بنقول كده السرعة القياسية طب لو طلب مني السرعة المتجهة كنت في الحالة دي هقوله الإزاحة على مين الازاحة على الزمن يبقى سرعة قياسية مسافة على زمن سرعة متجهة يبقى ازاحة على زمن ونستقبل ايمان من الجيزة اهلا يا امان ازايك عاملة ايه الحمد لله كان عندي سؤال بس في كتاب مدرسة في اخر التدريبات سؤال اه اتفضلي انا مجاوبة عليه بس اعايز اتأكد يعني تمام تحت امرك اتفضلي قرب احد التلاميذ ايه عدسة الى احدى عينيه لا وليلي تاني قرب احد التلاميذ عدسة قرب احد التلاميذ عدسة عدسة الى احدى عينيه الى احدى عينيه عينيه ونظر من خلالها ونظر من خلالها فلاحظ ان صورة الاشياء تبدو معتدلة فلاحظ ان صورة الاشياء تبدو معتدلة تبدو معتدلة تمام وبعد ان ابعد العدسة عن عينيه وبعد ان ابعد العدسة عن عينيه مسافة معينة مسافة معينة لاحظ أن صورة الأشياء تبدو مقلوبة لاحظ أن صورة الأشياء تبدو مقلوبة استنتج التلميذ أن العدسة استنتج التلميذ أن العدسة لابد أن تكون لامعة أن العدسة لابد أن تكون لامعة هل استنتاج التلميذ صحيح ام غير الصحيح مع تفسير اجابتك هل استنتاج التلميذ صحيح طبعا او غير صحيح مع التفسير اه انا قلت صحيح ان العدسة اللامعة هي العدسة المحدبة صح اللامعة اه العدسة اللامعة هي العدسة المحدبة تمام فان العدسة المحدبة بتبيني صورة معتدلة لما بتكون تقديرية بتبين صورة معتادلة صورة تقدرية معتادلة اه انقلت كده وبتبين صورة مكلوبة في كل الحالاتها تقريبا تكون الحالة لا معادة الحالة الاخيرة تمام انت استنتاجك دي عدسة محدبة ده تمام لان العدسة المحدبة هي العدسة المجمعة اللي هي بتنفذ منها الأشعة وتكون صورة تمام يبقى احنا استنتاجنا ان العدسة عدسة محدبة ده تمام التفسير بقى أخذي بالك من حكتين مهمين قوي لما قرب العدسة لعينه شاف الأشياء معتادلة شاف الأشياء إيه؟ معتادلة معنى كلمة كده إيه؟ أن العدسة تقربت إلى عينه بحيث أن بقى المكان اللي هو بينظر منه أقل من البعد البقري لأن إحنا لسه كنا بنقول دلوقتي لزمينتك في حالة لو كان الجسم على بعد أقل من البعد البقري بتكونه صورة تقدرية معتادلة مكبر بالتالي هو شاف طب لو سبعد الأشياء الرجاج يدعي أنه سبعد أكبر من بعد البقري لأننا عند البقرة بالضبط الصورة بتقف مالا نهاية لو كان أقل من البقرة مقرب أوي فبتباني الصورة تقدرية معتادلة مكبر اللي هي الحالة الأولانية لكن عندما سبعد الأشياء لا تقدرية معتادة لمكبر هذه آخر حالة نعم ما تقدرية معتادلة لمكبر هذه الآخراح أنا لن أريد أن تقول أخر شيء أنها أخر شيء Tour في العدسة المحدد أخر حالة أخر حالة todayıktan infections I'll be talking to you because it's so scary but I didn't need to call me آخر حالة九 أول حالة تي تبي من مركزة على موضع الجسم. Already about value. نعم لأننا مش في الامتحان أبنى أسئلة أخرى. لو هو ك ucziddah يبقى موضع الجسم قبل البقرة. مصي بص يا امان ما change the markets. يعني اول حالة وآخر حالة ليس س læسمني في الأسئلة أول حالة إقارة إيه. انت بتتكش معي علشان فهمה. اه تمام فاحنا بنقول الحالة الاخيرة اللي انت عارفه بقى ان احنا كان الجسم الاوه البعيد اوي فتبدأ تتكون له صورة حقيقية في البقرة مصغرة جدا مثلا حقيقية مصغرة حقيقية مصلبة مصغرة تمام بعد كده بيجي عند مركز التكاور او ضعف البعد البقئ اه حيوم بصورة مصغرة حقيقية مصاوية للجسم حقيقية ومساوية للجسم مقلوبة بايهم قولتك خلي wig لأن هذه النهاية ليست موجودة عندك. لكن على بعضها أقل من البعد البقر. يبقى أن تقول لي عليها آخر شيء صح؟ آه تمام. يبقى أنت كده في حالة واحدة اللي هي العدسة المحدبة. عشان كده بدليل أنه قال لك لو أنت بعضت عن المكان ده شوية أو عن البقرة شوية بتبدأ الصورة تبان مقلوبة للحالات اللي إحنا قلناها دليل. آه آه. لكن لو في المرأيها تكون مرأي مقاعرة. تمام برافو عليك. لأن حالات تكوين السور بتبان معي في العدسة المحدبة لأنها هي العدسة المجمعة أو اللامة. أو اللي بيقابلها المرأة المقاعرة. بيقابلها برافو عليك ممتازة يا إمان. بيقابلها المرأة مين؟ المقاعرة. المقاعرة. تمام؟ طب شكرا. شكرا يا إمان شكرا لكي. طبعا أسئلة أولادنا في منتهى الجمال وإحنا طبعا بنستمتع بيها وبنقول لهم يتواصلوا دايما معنا وأهلا بيهم وبأسئلته. طبعا زي ما خدنا بقى فكرة عن نشأة الكون بنقول إن بدأت الأول خالص تنشأ المجرات. ومن أهم المجرات طبعا اللي نشأت هي مجرتنا اللي احنا بنسميها مجرة ضرب التبانة اللي بعد خمس سلاف مليون سنة. ودي طبعا لها أزرع حلزونية. الشمس بتوجد في أحد الأزرع الجانبية دي اللي احنا بنقول عليها بدأت تتكون الشمس في أحد الأزرع الحلزونية لأن طبعا المجرة دي فيها ملايين النجوم يعني مش نجم واحد. وده أنتوا كنتوا بتاخدوا في البتدائي معلومة مهمة قوي. كنا بقولوا إن الشمس نجم متوسط الحجم. يعني معنى كده إن فيه نجوم كبيرة جدا فيه نجوم عملاقة. وهناخد النهاردة تفسير تكون المجموعة الشمسية. بس أنا عايز أقول لكم إن فيه جوه المجرة دي ملايين ملايين النجوم منهم الشمس. طبعا الشمس لما بنتكلم عنها بنقول هي مركز المجموعة الشمسية. المعلومات اللي كانت عندنا أو اللي احنا بنقولها الأول لحبنا كده نوضح. نقول بتبقى عندي الشمس لو جينا نقرب بقى نشوف أدي الشمس أهي بنرسمها بحجم كبير شوية. هنقول عليها دي الشمس اللي هي الكرة الغازية الملتهبة اللي هي بتمثل تسعة وتسعين تقريبا يعني وستة من عشرة في المية تمام من حجم المجموعة الشمسية. بنبدأ بقى نلاحظ حوالينها في الكواكب بتدور حوالين الشمس في مجرات يعني أدي في مدارات. نرسم كده ثلاثة أربعة طبعا إحنا عندنا تمانية خمسة ستة سبعة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. بنبدأ نقول إن ده الشكل بتاع المين المدارات طبعا لو هكمل بس مدار واحد يبقى ده شكله مدار. اهو طبعا المدار هنا بيبقى مدار ايه بيضاوي مدار بيضاوي تمام كده ما هواش دائري لأنه أحيانا يقولي في الصحة والغلط إنه بيبقى المدار ده مدار ايه مدار بيضاوي. فهنا أدي الشمس جسمي كبير جدا بتبدأ مجموعة الكواكب بقى أول كوكب هنا بيبقى عطارد بعد كده بتيجي الزهرة أو الزهرة. بعد كده بتيجي الأرض هنديها لون مختلف شوية وهي بتبقى توقم الزهرة دي في الحجم أهي الأرض هي يعني في الحجم شوية قريبة من ده. بعد كده بيجي معايا المريخ أهو نرسم المريخ أصغر شوية. بعد كده بيجي بقى أكبر الكواكب حجما اللي هو مين المشترة. يبقى هنرسم كده كوكب كبير تمام أهو يبقى أكبر واحد بعد كده بيجي عندي كوكب زي ما احنا بنقول عليه كده اللي هو زحل بيبقى أصغر تاني أكبر الكواكب حجما يعني مش هو الأكبر واحد أكبر واحد قلنا المشترة. وبعد كده بيجي عندي مين أورانوس أهو برضو تالت أصغر كوكب من حيث الحجم يعني أهو وآخر واحد خالص بيبقى مين نيبتون بس خدوا بالكو وآخر واحد في مجموعة الكواكب الخارجية لكن خدوا بالكو إن اللي أربعة ده دي واحد اتنين تلاتة أربعة دول أكبر الكواكب حجما يبقى أنا لو عايز أبص عليهم تاني دول أكبر الكواكب حجما أنا كده مديكوا صورة توضيحية هندي بس علامة على الكوكب ده عشان نتكلم عنه شوية أهو ده اللي احنا بنسميه كوكب الأرض كوكب الأرض هنشوف مع بعضينا كده آدي مجموعة الكواكب اللي بتدور حوالين المجموعة الشمسية أول كوكب عطارد تاني كوكب الزهرة الأرض المريخ المشترة زحل اللي هو بيتميز بوجود الحلقات حواليه وبعدين نص وبعدين مين وبعدين نيبتون احنا بنتكلم عن الكواكب دي بتدور حول الشمس في مدارات بيضاوية خدوا بالكوا بقى بيسألني أسئلة في الحكاية دي يقول لي مين النجم اللي موجود في المجموعة الشمسية طبعا الشمس دي نجم تمام بتشاع ضوء وحرارة إنما كل اللي بقيين دول بتبقى كواكب والكواكب بتبقى أجسام معتمة أجسام معتمة يعني لا تشاع ضوء ولا تشاع مين ولا تشاع حرارة يبقى دية بنقول عليها على طول أجسام ساطعة أو مشاعة بتشعيده وحرارة إنما الكواكب بتبقى أجسام معتمة لا تشعيده ولا حرارة طبعا لحظوا كده لأن احنا في آخر الحلقة النهاردة هنتكلم على الكواكب دي باختلاف كل كوكب من دول بيدور مرة حوالين نفسه وبيدور حوالين نفسه وبيدور حوالين الشمس بيدور حوالين محوره وبيدور حوالين الشمس طبعا نعرف المعلومة دي في الأرض كده الأول برضو عشان الوقت ما يدهمناش وما نقولش إن الأرض بتدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة وده اللي احنا بنسميه يوم الشمسي اللي هو بتاع الأرض يعني وبتدور حوالين وده كل 24 ساعة وبتدور دورة حول مين حول الشمس حول الشمس دي بتديني السنة اللي هي 365 يوم وربع ودي السنة الأرضية اللي احنا قياسا على اليوم على سطح الأرض وقياسا على السنة على سطح الأرض بنبدأ نقيس الأيام والسنين على باقي الكواكب يبقى أنا عندي ده شكل للمجموعة الشمسية تمام ناخد إسراء من المينيا قبل ما نكمل تفضلي إسراء 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 معايا أسماء من المينيا أسماء إزاكي أسماء الله يسرع لك أسماء عملة إيه الحمد لله وأخبار العلوم معاك إيه الحمد لله الحمد لله عندك سؤال ولا حاجة أه عندك سؤال تفضلي حبيب تحرك جيس تحرك جسم جسم ألف تحرك جسم ألف الجسم ألف طب قولي تاني تحرك تحرك جسم ألف ألف تحرك جسم ألف بسرعة فعالية طب يا ريتك توطي التلفزيون وككلمين من التلفون بس عشان نسمع بعض بسرعة كد ماشي تحرك جسم ألف تمام بسرعة فعالية بسرعة فعالية 30 كم لكل ساعة 30 كم لكل ساعة 30 كم لكل ساعة وكانت صنعته النسبية 10 كم لكل ساعة أوجد سرعة الجسم الآخر أوجد سرعة الجسم الآخر 10 كم لكل ساعة أوجد سرعة الجسم الآخر تمام؟ في حاجة تاني؟ لا شكرا طيب تتابعيني كده وبشكرك يا أسماء وتابعيني هجوابلك على السؤال على طول هنا لو بصينا على السؤال ده ده برضو من الأسئلة المهمة جدا اللي احنا عايزين نتكلم عنها بولي تحرك جسم بسرعة فعلية 30 كم لكل ساعة وكانت سرعته النسبية 10 كم لكل ساعة بالنسبة لجسم آخر في منتهى الجمال السؤال ده أوجد سرعة الجسم الآخر احنا عندنا السرعة النسبية هي سرعة جسم بالنسبة لمراقب يعني أنا دلوقتي بقول إن السرعة دي 30 يعني في عربية بتتحرك هي أنا برضو هرسمها توضيحية عشان نفهم السؤال إن السؤال ده ممكن يجيب أكتر من شكله بأكتر يعني من معنى كده فالسيارة دي بتتحرك هي سرعتها الفعلية 30 كم لكل ساعة ده بالنسبة لمن؟ بالنسبة لشخص مراقب ساكن يعني لو واحد واقف فينا كده وبيشوف العربية دي وهي ماشي هنشوفها بسرعة 30 كم ودي ممكن يسألني سؤال متى تكون السرعة الفعلية هي السرعة النسبية أو متى تتساوى السرعة الفعلية مع السرعة النسبية دي حاجة طيب الحاجة التانية إيه؟ إن أنا ممكن يكون الجسم الآخر متحرك يعني قادي جسم في عربية هو تمام؟ أهو ودي الجسم الأولاني بتاعي ده كان 30 شايفين كلنا أهو ده 30 بتاعي هو 30 كم بكل ساعة وده بيشوفوا بس الاتنين خدوا بالكوا ماشيين فين؟ في نفس الاتجاه لو كانوا ماشيين في نفس الاتجاه يعني السهم ماشي كده والسهم ماشي كده يبقى في الحالة دي السرعة النسبية بتساوي الفرق بين السرعتين فرق بين مين والسرعتين وفي الحالة دي لو جبت الفرق هتبقى قيمة السرعة النسبية أقل من السرعة الفعلية لاني بجيب فرق بجيب فرق يعني نكتبها فوق كده السرعة النسبية عشان تبقى متشايف انا مش عايز اشيل ورقة بس عشان فيها البيانات السرعة النسبية بتساوي الفرق بين السرعتين يعني سرعة العربية الاولى سالب سرعة العربية مين التاني الاولى اللي هي 30 سالب التاني اللي احنا عايزين نجيبها الفرق هنا كام السرعة النسبية طالعك كام عشرة يبقى معنى كده ان 30 سالب كان بتسوى 10 يبقى انا لو حبيتها حلها مسألة رياضية هنقلها تطلع السرعة بتاعت الجسم الثاني كانت 20 متر 20 كيلو متر لكل ساعة يبقى معنى كده ان الجسم اللي لاحظ هذه السيارة المتحركة كانت سرعته 20 كيلو متر لكل ساعة في نفس الاتجاه نقول تاني 20 كيلو متر في الساعة في نفس الاتجاه طب امتى بقى الحالة التالتة لو كانوا الاتنين في جسم متحرك وجسم متحرك وهم عكس بعض يبقى في الحالة دي السرعة النسبية بتسوي مجموع السرعتين يبقى في الحالة دي كانتها تبقى القيمة اكبر لان هاجمع السرعة 30 على سرعة الجسم الثاني فهيديني سرعة اكبر يبقى السرعة النسبية لها 3 احتمالات لو احنا فاهمينهم نجاوب السؤال ده في منتهى البساط انها ممكن تسوي السرعة النسبية ممكن تسوي السرعة الفعلية اذا كان المراكب ساكن السرعة النسبية ممكن تكون أقل من السرعة الفعلية إذا كان اللي بيراقب متحرك وبيصير في نفس الاتجاه لإن هنا هيبقى الفرق بين السرعتين السرعة النسبية ممكن تكون أكبر من السرعة الفعلية إذا كان المراقب متحرك وبيتحرك في عكس الاتجاه لإن هيبقى هنا مجموعة السرعتين ناخد علي؟ علي؟ علي ولا محمد؟ مين معنا؟ محمد عبد العظيم كيف يا محمد؟ الحمد لله كوي ما أخبرك يا أبا حميد؟ الحمد لله كوي والعلوم عمل ما معك؟ لا جميل وصلت إلى أين يا محمد في المدرسة؟ أنا أنا أخلص الأشياء، أخلص المجموعة الشمسية يعني أننا تنشئوا معنا يا محمد؟ آيو طيب الحمد لله، نحن اليوم سأخذ المجموعة الشمسية ونظريات تكون المجموعة الشمسية آيو، أنا أتبع البرنج من أوله تمام، برافع عليك انا كان عندي سؤال اتفضل يا حبيبي تحرك جسم تحرك جسم مسائل الفيزياء عاملة معكم شغل اه ضيئة يعني تمام تمام انا عارف ان الجزء ده عشان فيه محاور كتير زي شوف تابعة السؤال اللي لسه كنا بنجاوب دلوقتي المسألة اه لا بتاعت السرعة السعالية والسرعة النسبية والسرعة المراقبة اه وفهمتها اه لما انا فهمت انا عندي لما كان جسم اتحرك في حكس الاتجاه يبقى بنجمع لما جسم اتحرك في نفس الاتجاه بنترح برافو عليك وعشان كده انت فهمت ازاي بقى لما هو قال لي ان كانت السرعة النسبية عشرة ايوه والسرعة الفعلية تلاتين يبقى انا معنا كده ان انا ماشي في نفس الايه في نفس الاتجاه عشان هيبقى الفرق هتبقى اقل برافو يا محمد برافو سؤالك انا تحرك جسم تمام اه اه تبقى تبقى ايوه تمام للعلاقة للعلاقة ايوه جيم جيم اه بيساوي اه اتنين اتنين لا عين عين اتنين ايو عين اتنين على خمسة عين اتنين على عين اتنين سلب عين واحد ولا عين اتنين على خمسة على طوح لا عين اتنين على خمسة تمام احسب اه السرعة الابتدائية السرعة الابتدائية اه والعجلة التي يتحرك بها الجسم والعجلة التي يتحرك بها الجسم اذا كانت سرعته بعد خمس ثواني منذ بدء الحركة هي عشرين متر كل ثاني ايه خلاص كده خلاص كده ما خلصت يا محمد خلص كده اه هي خلصت يا خلصت المسألة يعني صح؟ يعني انت كده ملتني المسألة صح؟ اه انا عايزك بقى محمد كده قبل ما اصيبك وقولك تابع معي عايزك انت تستنتج معي حاجة ماشي بيقول ايه تحرك الجسم تبك لعلك اجين بتساوي عين اتنين على خمسة تمام وسكت صح كده؟ اه ولا كاتب لك حاجة تاني؟ لا سكت اه سكت لي يا محمد هي وانت هو القانون بتاع العجلة بيقول لي يا محمد عين اتنين uh 이쪽 SAS District Sauce هي بارفو عليك السرعة النهائية على الزمن على الزمن وسيقلت له عين اتنين على خمسه يبقى معنى كده ان السرعة النهائية مالها؟ اسرعة النهائية السرعة النهائية المستعمل اسرعة النهائية Lanji واحا كنت بس لديك عيني اثنين ولكنًا اعتback عين وبد masuk cell suffered. معناها أن الجسم بدっ من أين يدأ؟ أن عين واحد تجد كم هنا؟ ospike مآه يحتاج صفا صفا س Pike 1 بتجميع الكم هم يحتاج صفا اسو انظر хотите هكذا انت استنتج هنا' هو قال له عين اثنين وقالة علينة السائل بسبب عين د antenna Letterman اه وهو قال لي عين اثنين فقط يجب ان كانت السرعة الابتدائية الجسم بدأ من السكون اه يعني السرعة الابتدائية عين اتنين سالب صفر يتبقى هي عين اتنين وخلاص. ايوة ايوة. فيهمت دي الاول? اه على خمسة بقى. اه وبعدين تبص تاني بقول لي احزب السرعة الابتدائية يبقى انا حسبت له السرعة الابتدائية. ايه اللي اتساوي سفر. والعاجل اللي تتحرك بالجسم اذا كانت سرعته بعد خمس سواني شوفوا مديني الزمن خمسة اهو. اه خمسة اه. اه اه. اذا كانت سرعته اذا كانت سرعته عشرين. عشرين. يبقى انت تشيل بس عين اتنين وتحط مكانة كم? اشريف. برافو عليك. يبقى عشرين الكمسة بتسوى اربعة. اربعة ايه بقى يا محمد? اه اربعة اربعة متر. اربعة متر ايه كم من? اربعة متر لكل سانية. لكل سانية ايه? تربية. برافو عليك. احزان دان عجلة. برافو عليك. لو هي سرعة تبقى اربعة متر لكل سانية. اه. لكن عجلة تبقى اربعة متر لكل سانية تربية. شايف سكيف السؤال جميل ازاي? ربنا خلك. ربنا خليت قنت combat девいきます. ودايما تتواصلوا معنا. انا بحب البر بقش يا حبيبي وإحنا كلنا تحت أمرك أسرة البرنامج كلها وكل مدرسين مدرسة علىها وتحت أمركم أنت أولادنا وبنحاول أن إحنا لوصل لكم المعلومة بشكل مبسط وإن شاء الله يعود بالخير عليكم بإذن الله شكرا يا محمد شكرا جزيلا لك نرجع بقى للمجموعة الشمسية زي ما اتفقنا ونشوف إيه هي أهم النظريات التي تفسر تكون المجموعة الشمسية وزي ما بقى أكد تاني المجموعة الشمسية دي اللي احنا بنقول عليها اللي هي الشمس والكواكب اللي أنا كنت لسه رسم لها المنظر دلوقتي وقول لكم شمس وحواليها تمن مين تمن كواكب في عندي تلات نظريات أول نظرية بنسميها نظرية السديم وهنشوف ده معنا في الداتا شو بتاعتنا وإن شاء الله برضو معنا فيديوهات للمجموعة الشمسية والشمس وهنشوفها مع بعض فعندي السديم دي نظرية السديم للعالم لا بلاس سنة 1796 وفي عندي نظرية النجم العابر لتشامبرلين ومولتن 1905 وفي عندي النظرية الحديثة لألفريد هيل النظرية مين؟ الحديثة لألفريد هيل دي ألف وتسعمية أربعة واربعين يبقى أنا عندي تلات نظريات بيشرحولي نشأة المجموعة الشمسية يبقى احنا بخدوا بالكم احنا خدنا الانفجار الأعظم أو الانفجار العظيم ده كان بيفصر لي نشأة الكون ناخد بالنا قوي لأنه هو ممكن يسألني هو أخد بالي في الامتحان هو بيسألني في نشأة الكون ولا في نشأة المجموعة الشمسية نشأة الكون خلاص الانفجار العظيم لكن نشأة المجموعة الشمسية هناك العديد من النظريات لكن أهم النظريات دي تلات نظريات نظرية السديم للعالم لا بلاس ونظرية النجم العابر ونظرية الحديثة لألفريد هيل طيب لو جينا نبص كده ونتخيل مع بعض النظرية الأولى اللي هي نظرية السديم أي نظرية بتتبني على أسس أو فروض يعني في بعض الملاحظات في بعض الأسس اللي بيعتمد عليها العالم عشان يؤسس نظريته فهو اعتبر على السديم السديم يعني السحب يعني مجموعة الغازات والغبار اللي بيبقى موجود فيه الكون طبعا لاحظ ان هو موجود فيه العديد من السحب والسديم ولقى حلقات سديمية أو سحبية موجودة على بعض الكواكب زي كوكب مين زحل قلنا بتحيط به حلقات غازية من السديم فبدأ يؤسس لنظرية اسمها نظرية السديم ودي اللي عملها لابلس ده القصص بتاعته اللي هي وجود بعض السحب والسديم في الكون تاني حاجة وجود بعض الحلقات السديمية أو السحبية زي اللي موجودة على تمام على مين على كوكب زحل النجم العابر لتشامبرلين ومونتن دي اعتمدت على نظرية التمدد والالتصاق والانفجار وما نيجي نقول النظرية هتشوفوا فعلا ان فيه تمدد فيه التصاق فيه انفجار طب النظرية الاخيرة اللي هي نظرية الحديثة لالفريدهل اعتمدت على ايه اعتمدت على ملاحظة ان احنا لما بنبص فيه الفضاء بنلاحظ فيه بعض النجوم بتبقى متلقلقة وبتبقى مضيقة وسرعان ما يختفي هذا الضوء وهذا الوميد تبدأ جي منين ده جيه نتيجة ان هذه النجوم بتلمع نتيجة الانفجارات النووية اللي بتحدث فيها ثم ما تلبث ان تخمد وتختفي يبقى فيه انفجاره ده بيحدث نتيجة تفاعلات نووية داخل هذه الاجرام السماوي يبقى انا عندي ثلاث قصص كل العلمة او كل عالم عامل نظرية اعتمد على بعض القصص اللي هي بتوضح له النظرية بتاعته او الفروض بتاعت مين بتاعت النظرية هنشوف مع بعض كده بالداتا شو بتاعتنا اهم حاجة فيه فروض النظريات دي عندنا الاول خالص اهو مع بعضينا نشوف نظرية السديم اللي عملها العالم لابلس مع بعضينا عشان بس يبقى الكلام كده متشاف ادي اول نظرية اللي احنا مقولنا عليها نظرية السديم للعالم لابلس ودي سنة 1796 زي ما قلنا طبعا فروض النظرية بتاعته قال وجود ما يشبه السحاب او السديم زي ما اتفقنا في الفضاء احتواء الفضاء على حلقات سحابية او سديمية تحيط ببعض الكواكب مثل زحل زي ما اتفقنا طب ايه هي فروض النظرية بتاعته ادي نظرية السديم بقول ان المجموعة الشمسية كانت كرة غازية متوهجة بتدور حول نفسها بتسمى السديم السديم ده فقط حرارته تدريجيا فقل حجمه وزادت سرعات دورانه حول نفسه طب نتج عن كده ايه نشوف كده مع بعض تحت تأثير الكوة التاردة فقد السديم شكله هو كان شكله دائري تحول طبعا الى كورس دوار وانفصلت عنه حلقات غازية يبقى شكله الكروي فقده بعد بدل ما كان كورا يعني وتحول الى كورس دوار وانفصلت عنه حلقات غازية طبعا الحلقات دي ما تلبس ان تبرد وتتجمد اهي بتدور في نفس اتجاهه بردت الحلقات الغازية وكونت الكواكب اما الباقي فكون الشمس يبقى دي النظرية اللي بتقول لي ازاي الشمس تكونت او المجموعة الشمسية تكونت بما فيها الشمس ومجموعة الكواكب التي تدور حولها وده التفسير اللي قدمه العالم لابلس طيب نشوف مع بعض كده ادي الشكله زي ما انتم شايفين دي المرحلة القولة من السديم كورا غازية لان احنا قلنا عبركة كورا غازية خدوا بالك هنقول بعد كده هتتحول الى الشكل الكورسي فهو هتبدأ دي المرحلة الاولى زي ما احنا شفناها نشوف كده مع بعضين المرحلة التانية شايفين الشكلهو بقى شكل ايه بقى شكل كورسي دوار يبقى دي المرحلة الثانية اللي هيبدأ منها ينفصل اجزاء دي المرحلة الثانية من السديم اهو اللي هي بتاخد شكل الكورسي الدوار اللي هتبدأ تنفصل منه الأجزاء هذه الأجزاء هي زي ما انتم شايفينها فوق اللي هي بردت وتكونت كوانة المجموعة من الكواكب أو مجموعة الكواكب الجزء المتبقي أصبح هو الشمس وإن شاء الله هنبقى نشوف فيديو يوضح لنا حركة الشمس والتفاعلات النوية اللي بتحدث فيها طيب نشوف مع بعض كده النظرية التانية اللي احنا نقول عليها نظرية النجم العابر شامبرلين ومولتن سنة 1905 طبعا الأساس اللي اعتمد عليه زي ما قلنا قامت على أساس التمدد والالتصاق ثم الانفجار طب نلاحظ الكلام ده زي نشوف فروض النظرية بتاعته قال ايه هيقول ايه بقى أول حاجة خالص ان المجموعة الشمسية كانت نجم واحد كبير وهو الشمس اقترب من الشمس نجم كبير جدا عملاق خدوا بالكم يعني المجموعة الشمسية دي نجمة هي ما الشمس نجمه حواليها دي بتمثل مجموعة شمسية اقترب من الشمس دي نجم كبير جدا عملاق طبعا يعمل ايه الجسم الكبير دوت بيجذب الشمس بيجذب نجم الشمس نحو سبب تمدد شايفين كلمة تمدد والتصاق وانفجار لو تاخدوا بالكم من الأساس قدي عندي هول كلام واضح جدا فجذبوا نحو وسبب تمدد في جزء من مين من الشمس طب الجزء اللي هيتمدد ده طبعا احنا بنقول في نظرية النجم العابر لتشامبر لنومين ومولتن الشمس نجم كبير اقترب منها نجم اكبر طبعا النجم ده بدأ يجذب مين بدأ يجذب الشمس حدث انفجار هائل للجزء ده وكون خط غازي الخط الغازي ده زي ما احنا بنقول عليه بيتكسف الجزء الغازي ده ويبدأ يكون الكواكب طب الشمس راحت فين بقى الجزء المتبقي له الشمس هربت من جاذبية النجم مين العابر اللي هو النجم الكبير وخدت المجموعة الكواكب دي وبدأت تدور حواليها اهو يمكن الشكل كان بيجينا وبدأت الديني ما يطلق عليه مين تمام النظرية التانية اللي هي النجم العابر النظرية التالتة اساسة مشاهدة نجم يتواهج في السماء ثم يختفي التواهج التدريجي سبب التواهج ده انفجار نتيجة تفاعلات نوية زي ما قلنا بتحدث فجأة بيقزف النجم اثناء ذلك مواد غازية كبيرة ويزداد حجمه ولا معانه ده ما تبرد الغازيات يعود لمعانها تاني ده المشاهدة او الاساس اللي خلاه يقول او يحدد فروض النظرية لكن النظرية بقى اللي هي بتاعة النظرية الحديثة وجود نجم يدور بالقرب من الشمس النجم ده انفجر نتيجة تفاعلات نوية قديل الانفجار قدت الى طرد نواته بعيدا عن الشمس تكونت سحابة غازية السحابة الغازية دي بدأت تبرد وتتجمد مكونة الكواكب طبعا اللي تحكمت قوة الشمس في جذب هذه الكواكب حولها واكبرتها على الدوران حولها مما ادى الى تكون المجموعة الشمسية يبقى انا عندي تلات نظريات قلنا فروضهم قلنا اهم حاجة فيهم او الخطوات بتاعتهم هو بيجيلي في الامتحام يمكن يطلب مني واحدة فيهم او يقول لي ايه المشاهدات اللي خلت العالم يصل الى هذه النظرية عندي نظريات السديم للابلس 1796 عندي نظريات النجم العابر لتشامبرلين ومولتن عندي 1905 وعندي النظرية الحديثة الارفرد هيل سنة 1944 دي النظريات ركز النظريات التي توضح كيفية تكون المجموعة الشمسية هنطلع مع بعض كده فاصل ونرجع نستكمل حلقتنا معاكو في الوحدة التالتة في صف الثالث الاعدادي نستكمل معاكو حلقتنا النهاردة عن تكون المجموعة الشمسية وقلنا بناخد بالنا ان في نظريات بتفسر نشأة الكون اللي هي نظريات الانفجار العظيم انما اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي هي نظريات تكوين المجموعة الشمسية وكل النظرية بيبقى لها الاساس اللي بنيت عليه النظرية زي ما قلنا وفيه فروض النظرية اللي هي بنشرح فيها النظرية عشان سؤال الامتحان ابقى انا واخد بالي منه نهاردة برضو في الحلقة معاكو هنشوف مع بعض فيديو كده يوضح لنا احنا قلنا كل الاجرام السماوية دي سواء كانت كواكب سواء كانت نجوم سواء كانت اجرام فالاول بتدور حوالين محورها وبتدور حوالين لو المجرات يبقى حوالين مركز النجوم تبقى حوالين مركز المجرات المجرات تبقى حوالين مركز الكون الكواكب بما تدور تدور حوالين النجم زي المجموعة الشمسية يبقى كواكب المجموعة الشمسية بتدور حول الشمس اللي هي نجم فيه التليفون معنا في معنا تليفون السلام عليكم وعليكم السلام بسمة ازايك يا بسمة عاملة ايه ازاي اخبارك والعلوم عامل معاك ايه بتيالي ممتع يعني في دراسته حتى بنفهم فيه كده كل ما يحيط بينا يعني بنعرف الدنيا ماشي ازاي صح؟ ايه صح تمام يا حبيب في معاك اسئلة او حاجة ايه معاك اتفضلي اه التغرق احد السلاميين استغرق احد التلاميذ استغرق احد التلاميذ ايه بس ايه زمنا قدرها عشر دقائق زمنا قدره عشر دقائق للانتقال من منزله الى المدرسة للانتقال من منزله الى المدرسة متحركان بسرعة متوسطة متحركا بسرعة متوسطة قدرها اتنين متر لكل ثاني قدرها اتنين متر لكل ثاني ايا مما يلي ايا هو سؤال اخطاء ايا مما يلي اه يساوي المسافة بين منزله والمدرسة يساوي المسافة بين منزله والمدرسة تمام الف تمانية واربعين متر تمانية واربعين متر تمام به اربعة وثمانين متر اربعة وثمانين متر يجيه واحد وثمانين من عشرة كيلو متر كم واحد وثمانين من عشرة كيلو متر كيلو متر اه والدال تلاتة وستة من عشرة كيلو متر تلاتة وستة من عشرة دي دال كيلو متر تمام اي تمام انت ليكي كده يعني تفكير في السؤال ولا ملكيش لا ممكن شارك كتاب شاركي كده الزمن عشر دقائق الزمن عشر دقائق يعني ستمائة سانية برافو عليك بصي ده كان مفتاح الإجابة ده مفتاح مين الإجابة هو هنا مديني السرعة المتوسطة مركزة معايا اي السرعة المتوسطة دي هي السرعة اللي لو تحرك بها الجسم لقاطع نفس المسافة في نفس الزمن تمام كلامي بس هنا بقى هو قم الديني الزمن بقى قدره عشر دقائق فلازم الاول خالص الجسم قاعد زمن مقداره عشر دقائق يبقى لازم احول العشر دقائق دي الى ايه الى ثواني يبقى نقول عشرة في كام عشرة في ستين في ستين تطلع كام ستمائة ثانية مش كده بفرض بقى ان السرعة المتوسطة هي السرعة المنتظمة او التي لو تحرك بها الجسم تمام يبقى في الحالة دي ستمائة هتضربها في كام الستمائة هنضربها في اتنين وثلاث ما ستمائة دي هي اللي احنا بنقول عليها الزمن الكلي اه انت عندك بقى السرعة المتوسطة بتاعت الثانية الواحدة تنين مت لكل ستمائة يبقى لو ضربت اتنين في كام في ستمائة ومية هيطلع معاك كام اهو الف ومتين الف ومتين اللي هي واحد واتنين منين واحد وثمانة عشر من عشرة كيلو متر برافو عليك فيمتيها ايه فيمتيها شكرا شكرا يا حبيبتي ده طبعا سؤال جميل جدا والفكرة بتاعته هي فكرة تحويل الزمن لانه قال لي عشر دقائق فالطالبة ممكن تاخد بالا يقولك ايه ده عشرة في اتنين طب ازاي ما فيش اجابة موجودة عشرين لا ده العشرة دي عشر دقائق لكن السرعة بتبقى بالايه بالمتر في الثانية يبقى انا لازم احول السرعة بتاعتي من دقيقة الى ايه الى ثانية نشوف مع بعضنا كده فيديو بيوضح لنا حركة الشمس لان الشمس دي هي اساس المجموعة الشمسية هي الجسم المهيمن على المجموعة الشمسية كلها فنشوف مع بعض كده الفيديو هوا مع بعضينا ونشوف شكل الشمس وشكل التفاعلات النووية اللي بتحدث بداخل الشمس شوف مجموعة تمام مجموعة من الانفجارات النووية شايفين الشمس ايه ايه بتتحرك تمام بتدور حوالين محورها اهو زي ما احنا شايفين فيه كم كبير جدا من التفاعلات النووية اللي بتبقى موجودة داخل الشمس ده بيبين تمام كده اهو حركة مين حركة الشمس اللي هي الجسم المتواهج اللي بيكون اصل المجموعة الشمسية يبقى احنا كده شوفنا مع بعض منظر لمين ليه الشمس وحركتها وهي مجموعة من التفاعلات النووية يبقى احنا قدرنا نوضح مع بعضينا ايه هي النظريات اللي بتوضح او بتبين تكون المجموعة الشمسية طبعا احنا متواصلين معاكم في حلقاتنا اسبوعيا ان شاء الله نستكمل مع بعضينا باقي اجزاء المنهج بننتظر دايما تليفوناتكم بننتظر تفاعلكم معنا لان هو ده اللي بيسر الحلقة وبنحس بالاطمئنان لما انتم بتكونوا متواصلين معنا واحنا دايما وكل اسرة البرنامج في خدمتكم الى ان ألقاكم في حلقة قادمة لكم تحياتي وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة